مساء الله خير اليوم سأتحدث عن موضوع مختلف تماما عن الحاجات التي تكلمت فيها كنت كل مرة أقول الكلمة دي لكن المرة دي فعلا هو مختلف المرة دي هو عن فكرة جاءت على بالي لأن كنت أشرب في مشروب دوان اسمه ييربا ماتي ييربا اللي هو أرب أو اللي هو الأعشاب ماتة دا الماتة بيعرفوها السوريين واللبنانية وأعتقد العراقية أيضا هم بلاد العراق والشام يعني في فلسطينية بيعرفوه في بعض اللبنانية بس هو أكثر السوريين اللي بيعرفوه والمشروب ده أنا كان حصل جدال بيني وبين صديق ليه هو أساسا من أوروغوي ويمكن اللي بيتفرج على المطوشة الكورة في اللعب بتاع أوروغوي اللي كان بيعض الناس دوا في الملعب لوي سواريس مشهور إنه هو دايما بيبقى معه ترمس بتاع مية سخنة ومعه كده حاجة يعني زي معلاءة فيها هي معلاءة وفيها زي شفاطة معدن يعني فيه بتتعامل من نوع من أنواع الخشب في بتتعامل من معدن فبيشرب المت فكان فيه جدال بيني وبين صديقي ده اللي من أوروغوي إن أنا أعرفت المشروب دوا من ناس سوريين اتعرفت عليهم أول مجينة وكان هو أكثر الكبار السن اللي بيحبوا يشربوها يعني قليل ما تلاقي من الأجيال الجديدة اللي بيشربها ما عرفش يعني أنا ده اللي بعرفه إنما هو مشروب مفيد جدا يعني هو المت كعشب تعتبر من الأعشاب المفيدة جدا بتفيد الميتابوليزم اللي هو حرق الدهون وكده وأيضا مفيدة للذاكرة مفيدة بتمشت الجسم بصفة عم فالمهم الجدالي اللي حصل إنه قال لي إنه المت أنا ما شفته بيشربها هو كان بيجي الحتة اللي أنا دايما بصور فيها يجي يوعد على ستاربكس ومعاه هي زي الكنكة كده وفيها المعلقة بل هي منها أخير زي معلقة ومنها فيه خروم بيوشفوز فيها لأن هي بتتعامل بطريقة كده اللي هي طريقة غريبة اللي هو لو هتعملها في البيت بتسخن المية وتقعد كل شوية تحط على الأعشاب هي بتبقى عاملة زي الشاي وبتبقى مكالكاعة كده في في أعر الكنكة اللي بتشرب منها وكل شوية تزيح منها وتشرب وتزق كده فهي ليها فكرة فالماما قال لي إنها من الأرجنتين فأنا قلت له لأ أنا أعرف إن من سوريا ونحن يعني إحنا عالمنا سوريا ومصر وكده إحنا الأقدم يعني لم أكن أتخيل قلت له كده أنا ما تخيلش إن حاجة من تجي من عندكم ومنتو العالم الجديد يعني نحن العالم القديم فكل يعني كل حاجة بتجي من عندنا في الأول لأن بداية الدنيا جات من عندنا فالمهم قال لي لأ هو أساسا من عندنا وانتو عرفتوه من المهاجرين فحصل جدال طيب إش معنى إحنا اللي خدنا طيب ليه مش أوروبا مثلا اللي خدت ليه كده فحصل هذا الجدال فالمهم لحد ما روحنا سوى وكان معاه هو الترموس دون هو على طول ماشي بالترموس وفي إيده البتاع فالناس مش عارفة ده إيه ففي ساعات بيسأله ده إيه فالمهم فدخلنا كان في مهرجان اسمه World of Nation ده مهرجان بتعمل في المدينة هنا بيبقى عبارة عن زي احتفال منذ ثلاثة أيام كل بلد يعني الجالية اللي هنا اللي عيشة في المدينة بتعمل زي عروض وحاجات وبتبيح حاجات من عندها من البلد فكان فيه الجزء بتاع سوريا طبعا احنا مصر محدش بعمل حاجة وأنا صعب ان انا اعمل لوحدي لان ده حاجة بتبقى عايزة جروب من الناس يعني عايزة محتاجة يبقى فيه زي معظم البلاد العربية حتى ليها نوادي وليها تجمعات رسمية في البلد زي احنا عندنا ما كان في مصر يعني احنا كان في بيتنا كان في نادي الجزائر كان في نادي الإيطالي كان مركز الثقافي الجزائري كان تحت البيت عندنا متصرع من شرع الشريف فالمهم دخلنا المنطبة بتاع الحتة اللي فيها التجمع بتاع السوريين وأهلا ومش عارف ايه وكيفكم وقعت لهم انا من مصر هو من أورغوي فهم سألوه يعني هو حتى قلو له تب تشرب ايه قالهم الماتة هم السوريين بيلو متة طبعا كان فيه بنات اللي واقفين فالبنات بيقولوا أرض يعني ما هي جات من عندكم فانا قلت لها يعني هي فعلا المشروب ده جيبن من عندهم هم من بلاد امريكا اللاتينية قالت لي اه فطبعا انا استغربت بصراحة لان انا واخد على ان احنا الحاجة بتيجي من عندنا احنا ف ده كان درس ليه ان الانسان يعني ما يفتكرش ان هو ملم بكل حاجة وما يستنتجش يعني انا كانت معلومة انا مش عارفها قد ما هو استنتاج يعني احنا الدنيا كلها بتيجي من عندنا احنا فمش متخيلة فالمهم الحدوتة بقى ان من مدينة في سوريا كان فيه مهاجر الارجنتين وخد معاه من يعني هو قعد فترة في الارجنتين وبعدين لما رجع سوريا خد معاه المتة ومن هنا بقى يصدر من الارجنتين او بيستورد من الارجنتين العشب بتاع المتة وحتى معظم العلب اللي هي بتبقى اما بتتبع الباودر او الاعشاب ناشفة تلاقي مكتوب بالاسباني عليها يعني اكتر من اي لغة تانية يعني اكتر عربي واسباني او يعني بالذات لو مكتوب بالعربي تلاقي عربي واسباني اكتر من اي حاجة تانية ولكن طبعا هو مشروب جميل جدا ومن المشروبات المفيدة جدا للصحة وما اعتقدش انها لها اضرار يعني فيه حاجات تانية بتبقى مفيدة بس ممكن تضر مثلا عنده ضغط عالي وانما ما اعتقدش انها لها اضرار فهي في مصر عندنا مش منتشر او مش معروف المشروب ده لان برغم ان احنا عندنا فيه سوريين جم كتير على مصر في قرن العشرين وفيه ما بعد وفيه من لبنان جم وفيه ايام مثلا حرب الاهلية في السبعينات جم من لبنان انها محدش جاب معاه فكرة المتة دي يعني محدش معرف المصريين عليها فياريت المصريين يعرفوا وهو ياريت كمان لو بدل يعني زي ما فيه اليربا المتة سنوع فيه الشاي في السناعة المهم مكتوب بس المهم ياريت لو في يوم فيضايا باعر سوس او طمر هندي او كركده الكركاديما بدأ يتعرف الحباسكوس من الحاجات التي بدأت تتعرف هنا. تتبع مثل الشاي بالفتلة مثل الليبتونم وكده يتبع. ابتدوا يعرفوا الأمريكان. بس ياريت لو في يوم الأيام الواحد يشوف حاجة كده او يعني تبقى من المشروبات بتاعتنا. ودي كانت بس معلومة ان اعرفكم ان في حاجة اسمها ماتي. ومشروب مشهور عند اخواتنا السوريين. وياريت المصريين يعرفوا عنه شوية او هو مشروب مفيد وكويس. ومعلومة كتغذية ولا صحية ولا انسا موائي. ونشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.